موسيقى نظمت أول أمس النذوى بإحدى المعاهد التكوينية للمصارف الإسلامية بعنوان الذكاء الاقتصادي الإسلامي للبنوك الإسلامية بالمغرب الدكتور عبدالله الشرقوي أرقى هذه المحاضرة بهدف النهوض بالاقتصاد الإسلامي وتوسع دائرة محطه الاجتماعي لواقع تطور العقود المالية في الفقه الإسلامي بالمغرب أولا أن هذه المالية الإسلامية في الوقت المعاصر نحتاج فيها إلى أمرين أساسيين بالأقول تحتاج هذه المالية في زمننا هذا إلى أمرين أساسيين الأمر الأول وهو الحصول على المعلومات الشرعية خاصة أن المالية الإسلامية تحتاج إلى تأصيل الشرعي وإجتهاد وإبداع عبر قواعد الشرعية الإسلامية ثم تحتاج أيضا إلى الانفتاح على التطور وعلى قواعد والتقنية والتكنولوجية وما يقتضيه العصر وهذا الأمر لا بد فيه من تكوين فإنما يكون هناك تكوين من أين تجهد الطاقات وكيف يمكن أن يحمل هذا العلم وأن ينشر وأن يطبق هذه المبادئ بدون تكوين إذن فالتكوين مفروض بسبب واقعية المالية الإسلامية وتحتاج إلى تأصيل شرعي وتحتاج إلى أطور يمارسون هذه المهنة ولهم كفاءات عالية البلد التي تكون فيها قوانين منظمة لهذه المالية وتسمح بالمنافسة المتنوعة للصرافة فإن تدخل أيضا أبناك سواء كانت أبناك تنتمي للإسلام سابقا للمرجع الإسلامية أو أبناك يمكن أن تتبنى هذه المرشعية وهذه المعايير وهذه المبادئ وتطبق على مانع وتتمحور هذه الندوة التي يحضرها خبراء وأكاديميون ورجال أعمال ومسؤولون في هذا المعهد المصرفي حول عدة تكوينات منها الدكاء الاقتصادي للمالية الإسلامية وذلك من أجل إثراء النقاش حول المصرفي الإسلامية ودورها المركزي بعد الموافقة عليها ودراستها في المغرب تقريبا عاماً لدينا كنزة الأنشطة للتكوين التكوين خاصة في المجال المالية والاقتصاد الإسلامي وكما كانت عفرة الحكومة صوتات بالإجماع على القانون أنه يدخل في حيز تفعيل القانون البنوك الإسلامي إن شاء الله بقير مرحلة الأخيرة للبرلمان إن شاء الله بش يخرجوا للوجود كانت تكوينات في جميع التخصصات اللي عندها علاقة بالمالية كالمبادئ الأساسية كان بدأوا بها الأولى كل ما يتعلق بالبنوك الإسلامية والفرق مع البنوك التقليدية كما كل ما يتعلق بالتكافل اللي هو تأمين الإسلامي الدور دينا هو أننا نتكوين ما دخلنا لهذا المجال إلا وإحنا عنا واحدة القناعة مسبقة أن إن شاء الله المشروع في المغرب سيكون ناجح وإذا ما نقع المؤشرة تقول لنا السوق المغربي إن شاء الله ستفعل إيجابيا مع الدخول إلى البنوك الإسلامية إن شاء الله ومن المنتظر أن يوافق البرلمان لمشروع قانون البنوك التشاركية والمنتجات البديلة بعدما سعت الحكومة لإنشاء وفتح فروع لبنوك تعتمد نظام تعامل البنوك الإسلامية في المغرب مع إيجاد قانون منظم لهذا التعامل في أفق إدماج هذه البنوك في النظام المالي المغربي